توقف لحركة الطيران في كل مطارات البلد سخط وفوضى وألم وحسر بسبب الإضراب الكل للعاملين في المطارات اليمنية لساعات والسبب كما يفيد المضربون وزارة المالية بدأنا صباح اليوم الساعة الثامنة صباحا تاريخ 23 يوم الاثنين بدأنا الإضراب الكل بتوقف جميع المطارات وذلك من أجل فتح رصدة تهيئة الطيران المدني والذي تم احتجازه ووقف وزارة المالية ووزير المالية صخر الوقي ونحن نرفض متى هذه التصرفات الإضراب اللي حصلنا صراحة كان هنا الموضوع هذا في منهم الناس أمراض في منهم الناس اللي جوا من سفر من حضراموت من حديدة الآن بيتكبدوا مصاريف يتكبدوا علامنا هذا كله من يتحمل المسؤولية هذا الشي حكومتنا أين هي حكومتنا في هذا الموضوع الآن ضراب الناس الآن من الجمهر هنا موجودين عن طادي هذا نحن مستعين من هذا الموضوع تماما مواطنون يتحملون أعباء وأخطاء غيرهم ليقفوا مكتوفي الأيدي في المطار لعجزهم عن نقل مرضاهم بصورة عاجلة لتلقي العلاج في ظل تهاون الجهات المعنية لذلك والآخرون يريدون الوصول إلى أعمالهم في بلد الإغتراب قبل انتهاء إجازاتهم أقم إي ثلاثة أيام إذا ما سافرش قبل الثلاثة أيام يعتبر أرجع من المطار أمريكا رأسا بدون أي أول ما يفتح الجواز حقه يشوف أنتهي اليوم الله يرجعني منه ومن المسؤول ساخر الوجه ناجر مدير الهيئة ومدير اليمنية والوزير النقلب عمل لنا حال أو تحملنا فقط حقنا هنا الجلسة في الفنادق في المواصلات والبهذرة والمراض والخسارة وكل توقف رحلات الطيران يكلف خزانة الدولة ملايين الدولارات ويزيد من أعباء العاملين في الطيران وفي كل الحالات الحكومة هي السبب الرئيسي في وصول حالة الخزانة العامة إلى ما وصلت إليه وسط تأكيد المضربين على استمرار إضرابهم إضراب أغلق الأمل في وجه الجميع بسبب إيقاف رحلات مطار صنعاء الدولي ما جعلت المواطنة اليمن يستاء ولا يعلم لمن سيحمل المسؤولية ندى فريد اليمن اليوم الصنعاء